اشتركوا في القناة أم عبدالله بارك الله فيك من الأردن الجواب على هذه المسألة في النقاط التالية أولا من حيث القدرة قدرة الجن على أن يحرق المنازل أو يحرق الأشياء نعم لأن الله جل وعلا أخبرنا عن هذا الجنس من خلقه أنهم عدو لنا قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه وقال جل وعلا أفتتتخذونه وذريته أولياء وهم من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدله فالشيطان عدو للإنسان ويؤذي الإنسان ومن جملة الأذية أنه ممكن يحرق هذا من حيث الأصل ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي انطلق عليه عثريت من الجن بشعل من النار يريد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام فصده الله عز وجل حينما نزل جبريل فحال بينه وبين هذا الجن الذي أراد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام فهزمهم الله عز وجل وفي حديث ابن مسعود في قضية ليلة الجن رأى آثار يعني نار الجن رأى آثار نار الجن فالجن نعم من حيث القدرة نعم يستطيعون أن يحرقوا البيوت يحرقوا السيارات يحرقوا الثياب يحرقوا الكتب من حيث القدرة من حيث الواقع إذا وجد حريق مثلا هل هذا دائما نقول هذا الجن ولا نقول هذا سبب طبيعي أو مثلا مفتعل أو مثلا جريمة لأن بعض الناس أنا لما نبهت على الأصل لأنه يوجد من الناس من يقول لا الجن ما يمكن أن يعني يحرقوا شيء وهذا غلط الجن يقتلون ويسحرون ويصيبون بالعين ويحرقون ويسرقون ويخطفون ثبت في السنة أن هناك من خطفته الجن ثبت في عهد عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك قال لا يخرجن أحدكم إلا ومعه صاحبه يعني إذا كان يقضي الحاجة فخرج رجل لوحده فطارت به الجن أو الريح أخذته طبعا الجن فألقته إلى جبال أجا وسلم في حائل يعني من جهة تبوك إلى أرمته هناك فمن حيث الأصل نعم من حيث الواقع لا يجوز لي أن أحكم على كل حريق يحصل أنه وراه الجن لا هناك أمور يعني طبيعية مثل ما ذكرت أنت الكهرباء قد يكون هناك طفل يعني يتسبب في الحريق قد يكون هناك شيء مفتعل يوجد من أفراد العائلة من قد يفتعل هذا لسبب من الأسباب لسبب من الأسباب قد تكون جريمة قد يكون هناك خطأ في الصيانة من حيث التكييف من حيث الأسلاك الكهربائية من حيث كذا يولد حريق باستمرار فهذا مطلوب الناس إذا والله يعني بذلت جميع الأسباب وحاول الناس أكشفون الأمر هذا ما وجدوا سبب يعني ما وجدوا سبب طبيعي يعني هذا يعني يؤثر على ما وجده فممكن ممكن والتاريخ مريء وإلى العهد القريب هناك قرى يعني كان الجن يتسلطون عليهم بالحريق فنفي هذا جملة غلط وإثباته جملة غلط وإنما نقول من حيث الأصل نعم ومن حيث التطبيق العملي لواقع معين نقول لا بد من جعل إحالة الحريق إلى الأسباب الطبيعية إن والله أجمع كل الخبراء كل كذا على أنه يعني ما في سبب طبيعي ممكن يكون الجن نعم ترجمة نانسي قنقر